أهلا بكم مشاهدي الكرام نلتقي في هذا الجزء الثاني من برنامج آخر الكلام مع سيد عبدالعلي بالعزوق المقدم السابق في الجيش لنبحث معه ونواصل مناقشة موضوع نظرية من يقتل من أهلا بك سيد عبدالعلي توقفنا في الحلقة السابقة عند عنوان الكتاب الذي عرفته على سيد فرنسواجاز بعنوان القادة الجزائريين من التحرير إلى القمع يعني وفق سيد فرنسواجاز على العنوان؟ لا قال لي هذا عنوان ما يبيعش غير تجارية غير مثير قال لي لازم نقوع عنواني يخذ انتباه عادي يعني هذا عادي بالنسبة للعشر أن يبحث عن عنوان مثير ساعة هذا عادي لكن العنوان اللي اقترح لي أنا ما قبلتوش ما قبلتوش قال لي نسميوه لسپيرال دولاتيرور يعني هذي ممكن ترجموها دوامة الرعب هكذا لسپيرال دولاتيرور بس حنف الكتاب تعيبنا نهدرش عن الرعب ما كانش الرعب ما هو يحب لأنه كانت نوايا عنده أنه يعني لازم ندخلو الرعب في الكتاب هذا طيب اقترحت تغير عنوان فقط ام ايضا اقترح تغير لا طبعا طبعا من بعدها دايما هكذا كانت عندنا لقاءات يقول لي يقترح لي يبعث لي في كوبي لي يبعث لي هذا اقتراحات باش هكذا تجاوزت دايما اقتراحات من هذا النوع يطلب لك تتحدث على تجاوزات الجيش على تجاوزات الجيش طبعا طبعا وانا هذه التجاوزات هذه يعني تحدثت عليها في نقوله مقطع فاصل من فصول في فاصل قلت يعني وحدثت دايما في غير في الحروب المدنية هذه ولا الشبه المدنية كما يقولوا احنا كانوا يسميها غير لي سيبيل الآربي كانت تجاوزات تحدث تحدث هذا يعني ما تقدرش تطبط الأمور نهائيا بصحة ما هيش بالدرجة هو اللي يرى هو يتصورها هو صحي يعني كانت نيته انه قدم انه الجيش الجزائري هو من وراء الرعب هذا اللي موجود في الجزائر في الجزائر هذا هو اللي الأطرحة وكانت في هذا الوقت يعني كثير من الفارين من الجيش ومن الإعلاميين أيضا ومن المثقفين الجزائريين معارضين للنظام يقولون بأن الجيش هو المسؤول عن المجازر التي ترتكف في الجزائر بما فيها بما فيها المجازر الجماعية وليس مجرد تجاوزات بصحة مع صدفة وهو أن الناس اللي يتكلموا بهذه الطريقة هم أقرب الجز مقربين من الجز معظم الكتب والدراسات صدرت عن منشورات لديكوفرت هذا اللي يدور هاجاز حتى ولو سمراوي هو اللي داره الكتاب كما داره الآخر السويدية بس هو ذكاء منه ما حبش يصدره في لديكوفرت بتاع سمراوي أصدره في دونويل ما هو جهز بشخصين قال لي قال لي مام الكتاب انتاعك ولو أنه هو كان يقدر معي عقد عندي عقد معاه قال لي لا تحب من بعد نقدروا نصدره في الآخر في دار نشر أخرى بالموافقان تاعي قال لي بنفس الكونديسيون بنفس الشروط برس كو داري على حسن ما شافوها الجماعة أنا من عرفش يعني ميدان نشر هذا قالوا لي شروط لدارلك مليحة مليحة يعني ماديا مليحة يعني هو ما كانش يهم الجانب المادي كان يهم مضمون الكتاب كان يهم مضمون الكتاب ونشر الفكرة اللي كانت عنده هذا هو أساسا طبعا هذا القناعة هذه أنا ما تكونت ليش في نهار نعم لما يعني دخل الريبة الشك في الأهداف انتاعه بديت نبحث عليه سكون هو جاهز فهمت هو من عرفي لا تفضل من هو جاهز تفضل تفضل طبعا أنا أحذر لهذه المقابلة أولا لما اكتشف تكون هو أولا عنده علاقة وطيضة بالمغرب بالمغرب هو مولود في المغرب هو مولود في الدار البيضاء في الدار البيضاء في 1948 نعم سأترك تواصل فقط أريد أن أقول أنه فرانسواجاز هو مهندس يعني في مهندس تكوين نعم نعم مهندس يعني في طرقات نعم في الطرقات والمناجم أيضا في المناجم يدير منشورات لادي كوفيرت وله مثل ما تقول علاقات بالمغرب لأنه ولد في المغرب ووالده حسب ما قرأت وأنه حضر هذه المقابلة كان ضابط في الجيش الفرنسي نعم عايش في المغرب تفضل تفضل أبوه كان ضابطا في الجيش الفرنساوي نعم ولما خرجت فرنسا من المغرب على حسب ما سمعتنا بقاوثما في كازابرونكا نعم المهم ومن بعد هو ما خدمش كمهندس هو كان يعني يهمه هذا جانب النشاط السياسي نعم شياسي بثاف المهم ما نش عارف كيف شرح لزيدي سيون ماس بيرو نعم وماس بيرو كان حبي يتخلى حبي يأخذ اسمه فرنساوان ماس بيرو كانت لزيدي هذه كانت تكلم على الاجتماع نعم حبي يخلي هذا منشورات ماس بيرو للواحد ثاني هذا الثاني ما نعرفه المهم راح فيه مهم موش مهم يعني أيضا وانا بحث عن في هذا الموضوع اكتشفت بأنه لدي كوفيرت كانت كانت مقبل ماس بيرو وهي مهتمة دار نشر مهتمة بالدراسات الإنسانية في العلوم الإنسانية وليست سياسية والكتب والكتب سياسية الوحيدة التي صدرت عن الدار مهتمة بالجزائر وبالنظام الجزائري وبخاصة الجيش الجزائري بالضبط يعني ألم تتفطن أنت بأنه هناك توجه معين لرادي كوفيرت ولي فرانسواجاز اكتشفت هنا خلال نقاشك طبعا لما تكتشف حاجة في البدء أنك ما تنتظرش أنك يعني واحد عنده هادف من هذا النوع هذا بتحماد صح أنه الأطروحة كل منصبة مع الجزائرين علاقته مع الجزائرين طبعا هذه لادي كوفيرت ما يستخدم برك ما تنشر كتب ضد الجزائر عندها لكن نشاط الشخصي بالنسبة للجزائر يعني نشاط يعني يستغرق منه وقت كثير وقت كثير ومن حوله دار يعني معاونين معاونين جند ناس لهذه القضية هذه جند ناس كان ينظم مؤتمرات وتعرض باش نظم مؤتمر وتعرض الناس لازم نكشري لهم يعني تصرف عليهم على على آخر المهم يعني كانت تكلفوا كانت تكلفوا ماليا طبعا هذا ما ينفق من مال وباش يديري مثلا محاكمة النظام نظم مرة محاكمة النظام الجزائري وعرض ناس من إيطاليا من الولايات المتحدة من سويد من بلجيكا ناس بزر هذا الناس كل هذا يعني في الانترنت كل منشورات لدي كوفيرت كانت مهتمة بالعلم الإنسانية وأول مرة صدرت كتاب وخضاء يعني نجح هو كتاب سياسي هو كتاب الحرب القادرة لصالبير انتعى سويدية ومن هنا بدأت سلسلة الكتب أو اتصالاته لنشر كتب ودراسات وبحوث عن الجزائر وعن الجيش جزائر يتفضل كيفاش تطورت العلاقة بينك وبينه لما اختلف وحب يغير لك الكتاب يعني توقفت العلاقة كملت معه حكي لي سياسي تطور العلاقة بينتكم لا هذا الاختلاف على عنوان الكتاب درناه جانب نقول هذا الأمر هذا نصله فيه في النهاية يعني في النهاية لما يخلص الكتاب لكن في إطار هذا هو طول في هذه في مراجعة الكتاب كانوا يهم هو بعدنا اكتشفت انه عنده قصد واحد اخر كان يعيط يستدعيها هذه ملكة سليمة سليمة ملاح استعملها يستدعيها من برلا سليمة ملاح ايضا نشرت دراسات اعتقد كتاب عن من يقتل في مش يوس ولكن كتاب خاص بن طلح ورئيس نعم والا هذه سليمة ملاح طلب يعني هي بدأت تجي وقال لي تعاون معها راه تدير في اندوسي راه تدير في ملف على الجزائر كذا بحلم ملف هذا كل الانتاحات هم حول الوحدات الجزائرية المنتشرة على الحدود الغربية أنا اعتقد غريبة كيف هي دخلها هي اذا كان باحث في حقوق الإنسان ولا في المجتمع الجزائري ولا عن التجوز الوحدات المنتشرة على الحدود الغربية طلبت معلومات منك عن الوحدات تأل جيش في الحدود الغربية بالبات على الانتشار وشكوم القادة وش عندهم وش هي التسليح هذه الوحدات خاصة نحبوا يركزوا بزيب على التنظيم وشكون هما اللي يترأسوها يترأسوها هذه الوحدات هل تعتقد أنه مصالح المخابرات المغربية أو الأجنبية ما عندهم معلومات عن الوحدات في الجنوب وقادة هذه الوحدات نظن عندهم أكيد يعني ليس جديد ليس جديد أنا نظن باللي كانوا يجروا فيها اللي أمروا واحدة أخر أولا لأنك لما تباشر تبدأ في عامل لما تواصل من بعد في مهام أخرى إذا تخلت في الشبكة أظن هذا أنا بعد رفضت العلاقة مع جاز شفتها هذه سليمة حجة واحد ثلاثة أو أربعة مرات كانت تجي على أمور أخرى المهم هو كانت عنده طريقة هو كان حابني نولي فرد من المجموعة شبكة التي تعمل معها دائما يقدم لي واحد قدم لي هذاك لي دار الفيلم على بن طلحة مرتين جون باتيست ريفوار جون باتيست ريفوار صحفي في كنال بليس كنال بليس قدمه لي ولا قدموا لك يعني بأي هدف لأي هدف هدف هو هذا جون باتيست ريفوار كان مازال ما دارش الفيلم قال لي تنظم للفريق انتعي وانا نتكلم بصيفة خابير عسكري عسكري وباش يعني نوجه أصابع الاتهام للجيش جزائر واللي يعني مجزرة كما هذه لا يمكن لها أن تحدث بالوقت وبالقوة الإثارات بدون أنه يعني تغطية تغطية من القوة قوة الأمن تعالى للجزائر بمجزرة بنطلحة بنطلحة وروا كل ما جز بنطلحة أصلاً هو ركز مزافة على بنطلحة نعم كيفاش كان موقفك بسيثنا ريفوار يعني اقترح لك جز آخرين اقترح لوحدة كانت جي للجزائر يقول لها جان جان كيرفين هي بلجيكية علمة في الاجتماع إلى حد الآن نايف الانترنت تنشط في هذا الانتر على امام الاجتماع شفتها جات خصيصاً تنشط في بعض المواقع متر أرجرية وواتش بعض المنظمات التي تهتم بحق الإنسان في الجزائر في الجزائر نعم في الجزائر ولما يعني شفني بليرفض التعامل مع سليم امام الله استدعى جان كيرفين هذي من هي اللي دخلت معك في التصال هي اللي هيتعيط لك يعطي لي التليفون هي جي من بريكسل دونك تهبط بي لا تعرف بري في لغير دي نور دي من المواعي تحفل لغير دي نور مش مهم يعني المكان مهم أنا جات جات تطلب منك وطبعا نفس نفس الموقف سليمة مطرح ملاح ملاح نعم نعم سليمة نفس الطرح طلبت لك معلومات عن انتشار الجيش في الغرب في الغرب ربما فرانسواجاز أرد أن يرسل لك سيدة بلجيكية جميلة يعني معمول بها محسيت أنه ممكن هو أنا نظن فكر باللي يعني صح باللي يعني الدفاعات تضعف يعني تضعف أمام امرأة أجنبية يعني مع احترامنا للجماء يعني كثير من المسؤولين ومثقفين وخاصة الرجال السياسة في الجزار يضعفون أمام اللساء الأجنبية ممكن فكر بهذا المنطق يعني مدام مدام مواطنة جزارية ما قناعتكش أو ما دفعتكش للكلام في هذا الأمر فارسل لك سيدة الأجنبية لا أدري إن كانت جميلة أم لا لا بش بها جميلة يعني تفضل تفضل لا لما استبعتش شي اللي تقوله لما استبعتوش لكن هذا معروف لكن الغريب 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 وهو أن هدية كانت اللي رأي تنشط مع الجهاز لصالح ضد المؤسسة العسكرية وضد أو في اللي صالح المغرب كانت تجي الجزيرة صحيح كانت تجي تشوف بوخبزة محمد بوخبزة والمرحوم وليابس 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 إذن هي ستة يعني دركها هي منظنها دركها لأنها الموقف تحواضح بكري كانت ملكا جسوسة يعني الاستنتاج اللي كانت تجي بهدف بغرض معين يعني خاصة أنه سيد بوخبزة وسيد اليابس كان في مراكز مهمة دراسات استراتيجية كانت يعملان دراسات لصالح مؤسسة الجيش وعلى اتصال بقادة الجيش الأوائل يعني ممكن جدا تكون تعمل لصالح أجهزة أجنابية هذا أدي قناحتك أنا قناحت أنها تعمل لأنها لا تستطيع تنشط بهذه الطريقة وليس لصالح ما عندها حتى أولا يأتي من بريوكسال يهتم غير بالقاضية على المتاعب وهذا العلاقة تاعة جان كيروين بالجزائر ليش جديدة قلت لك هي قلت لي كانت تجي دايما مع هذا جلالي لي بسلايا هنا وجدت هذا في بعض المنشورات على الانترنت صح طيب كيف طورت علاقتك بجاز بعد ذلك بقنا يعني في الوضع هذا شك هو موش ما روضنيش كي ما نقوله ما مجندنيش كي ما جند صمراوي ولا واحد اخر ونياب وليت في موقف دفاعي وليت انشك فيه هو حسب الشي هذا انشك في هذا ثاني تعرفت على هواري عدي نعم أستاذ نعم أستاذ هواري عدي نعم أستاذ هواري عدي كان الهواري عدي أيضا حب لا هو هو هواري عدي مش حب لا مسجل السقس لكن عنده موقف سلبي من المؤسسة العسكرية معروف ما يعرفش يهدر على حاجة أخرى غير على هذا ولكن ما تطلبش منك نعم ما تطلبش المؤسسة للمير الوزارات يعني حتى نحن هنا في الجزال كان عندنا هذا الإحساس لا ننسى لا ننسى خاصة بوضوح بعض الضباط الكبار ومسؤولين في المخابرات كانوا يتدخلون في الولايات وفي الضوائر عن طريق ممثلهم هذا واضح لا هذا ليس تدخل هم يظنوا يظنوا بللي ما كانش حاجة تتحرك غير مش ممكن ممكن جدا أنه أكيد أنه الجيش يدخل في تعيين المسؤول الكبير للبلاد بصح حتى في المسؤولين الصغار كان عندهم أيضا اليد في تعينات وفي الضغوطات وفي هذا ليس مؤسسة الجيش هذه مصلحة من المصالح التي كانت عندها هذه الجيش عادة عنده مشاكله الخاصة عنده اه باستثناء باستثناء الهواري كان آخرين يرسلهم لك فرانسو وجاز لا هذا ما قلت سليمة ملاح فتيح طلاحي شان كيربين هواري عدي عرفني به ما طلب مني ولو كان هدر لي على غازي حيدوسي على واحد من درل لكن ما تعرف حيدوسي كان وزير الاقتصاد في حكومة الجزيرة في التسعينات كان يتعاون في مجال واحد آخر هو يهضر لي عليها هكذا وكان يهضر بزيف على حربي حربي ثاني عن محمد حربي يعني تعتقد أنه أيضا أي تحمد حربي من عضاء في شبكة جاز التي كان يستعملها لمحاربة النظام الجزائري بصراحة يعني رغم أنه أي تحمد يعني مجهد كبير ومناظر كبير لا يمكن أن يناقش أحد في هذا سنوات التسعين كان معارض للنظام وهل أنت بما أنك كنت هناك وعلى تصال بجاز هل وصلك أو تعرف أنه يتحمد مثلا أو محمد حربي أعضاء في شبكة جاز أنا حربي ما عندي شعدي معطيات أنه على بل يقريب من جاز لكن هو كما أحكي لوحد صاحبية يعرف المعارضة المعارضة الموجودة في باريس قال لي حربي عنده خطوط هكذا ما تجاوز هاش عنده علاقة معها لكن علاقة تعم مصلحة ينشر كتاب بالصحة ما جندوش يعني بالمعنى بينما أنا أيضا حمد أنا أنا استغربت قال لي كي وصلنا لالباري كي قرب البروسي سنأتي سنأتي إلى ولكن تفضل مهم الشهادة قال لي أنا نجيب قال لي عليها أنت لا تحب توافق في الشهادة أنا أطلب شهادة حتى المشاهد الكريم يكون على بينما العمر يعني فهم أنه فرنسو جز طلبك لشهادة جيش الجزائي ضد نزار ومع سويدية وأنت كنت رفض كنت ما تردد أنت رفض رفض أخبار كان هو حطني في القائمة سنأتي سنأتي إلى ذلك ماذا قال لك عن أي تحمد يعني مروا أي تحمد بعدين نرجعوا إلى علاقتك أي تحمد قال لي لما تناقشنا في الأمر هذا قال لي كيف الشي تحمد يجي وانت مجيش قلت هنا ما نظن باللي من أي تحمد من أكبر الزعامة نتع الثورة نتعنا الجزائيين يجي لقضية كما هذه أنا يعني ما كنتش منتصور خلاص ما كنتش باللي أي تحمد يجي من سويسرا يشارك في هذا في شهادة صالح سويدية ولا حتى يزج روحوا في هذا في هذا القضية هذا القضية يعني كنت رابي أنه أكبر أكبر قضية ما بين سوليوتنو وجنيرال وراهي بلاسات يتحمد هنا يعني كنت أرى أنه أكبر من هذا الوضع كنت أرى ها من أكبر من هذا هذا مع العلم يعني أنا فهم يعني أنتم فهم الموقف تحجز كنت عنده قانعة قال يارك يجي ويقول ويداف على سويد يورا قلت ويصرق كما هذا ما نصور يتحمد يداف على إنسان مجهول لكن معروف أن وليد حمد كان ضد الجيش وكان ضد سيد نزار يعني من المنطقة جدا أنه يأتي لأنه هذه السياسة وهذه الحرب أنا ذاك أنا ذاك فكرت هكذا بس بعد استرجعت المعلومات اللي عندي عليه على سيد أحمد لأنه كانت عندي علاقة مع الناس اللي أنشأوا لففاس الوقت ذاك كان واحد يقول له سلحافظ مجهد كبير معروف الولايات ثلثة كان واحد يقول له أيتم مزيان مزيان هذا اللي عرف بسلحافظ أيتم مزيان كنا نتلاقا وثم أوي كانوا أعضاء في الأففاس كانوا أعضاء في الأففاس وهذا كمسي الحافظ من المنشئين من المنشئين الأعضاء المنشئين الأففاس كانوا يقول يحكي باللي أيد أيتم لما غادر الجزائر الأيشكل كان يعاون يعني وعطالوا يد المساعدة هو الحسن الثاني الحسن الثاني أيamis في المغرب وتلقى المساعدة من الحسن الثاني أسمع منك تفاصيل هذه النقطة لكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نواصل أهلا بكم مشاهدي الكرام قبل الفاصل سيد عبدالعلي بالعزوك كنا نتحدث عن المساعدة التي قدمها العاهل المغربي الراحل السابق الحسن الثالث إلى سيد حسين تفضل وصل الفكرة إذن هذا المعارضين اللي كانوا في الفلففاس اللي سميتهم لك حكاولي لما خرج سيئة حمد من الجزائر شكولي مدلويد المساعدة في لما راح للفرنسا هو الحسن الثاني ونفهم الموقف تهو أنه واحد يساعدك ونظن أنك يخرج سيئة حمد كان محبط لأنه ما تنساش بالله هو كان مناظر من الأربعينات وكي يجي الاستقلال يعني يجيوا ناس غير معروفين على الساحة السياسية ولا فيه في تاريخ النضاء الجزائري يطردوه كأيهن كأنا لا أنا نظن يعني صلة الرحم مع الجزائر انقاطعة بين أي تحمد والجزائر نظن نتيجة هذه صدمة أنا نفهم الأمر هكذا ولكن هذا يعني طبعا هذا يفسر هذا نقول لك علش أستاذ نفهمه هكذا لأنه بعدين يعني لما نذر تقاطع تعلق الأحداث ونروح نفهم علش يعني إنسان بعد تسعة وثمانيين لما يعني داروا تعدد الحزبية في الجزائر وعطاولوا يعني كيف نقوله ساكن محترم هنا عطاولوا مقر عطاولوا مقر للحزب ومنحقه لأنه مجهد كبير هذا لا شك فيه ومنحقه يستهل أكثر من هذا بس علش وهو هو رئيس حزب كيفش ما يقدرش يوفر وقت يجي قال شهر رك في سويسرا وشهر في الجزائر بما احتاد على الحياة في سويسرا الحياة في سويسرا أسن من الحياة في جزائر بس حلما يكون عندك نشاط سياسي في بلد معين لازم الحضور تلك وأكد يعني أنه عندك المناظر مش من حقه يشوف طيب هذا أشأن سياسي مهمناش حين كثير في المغرب لما قلت بأنه الحسن الثاني مول أو ساعد أقدم سيد حسين أيد حمد يعني كان سيد حسين أيد حمد كان مقيم في المغرب معروف أنه مقيم في سويسرا هو أنا نعرف المعروف وهو أنه عائلته العائلة أولاده وبنته وإخوات المهم العائلة تحتاج السياسي يتحمد موجودين في المغرب نعم موجودين في المغرب والناس اللي يعرفوهم ليح يعني عنده علاقة وطيدة كانت علاقة وطيدة بحسن بالقصر هناك هناك قصر الملاكي أنا نذكرك في حاجة أقول لي نعم تفضل يا راك ما نعرف يا راك شافي كان واحد وزير سابق في المغرب صرح صرح باللي أنه الحسن الثاني كان متواطئا لما الطائرة اللي كانت تنقل الزعمة الخمسة من أرباط إلى إلى تونس إلى تونس نعم إلى تونس الطائرة التي كان فيها الزعماء الثورة الخمسة لعلى عشر أفضل لما كانت لما تقلهم أنه الحسن الثاني يعني كان متورد الوزير المغربي بالمعنى هو إدريس فقه البصري الفقه البصري نعم تفضل الشكور الذي يدافع الحسن الثاني هو آية حمد صرح صرح أنا نقول من ناحية المنطقة برك حتى الحسن الثاني دارها أو لا دارها كيف أنت تقدر هذا الأمر حتى يديره ما يخبرك أولا كيف يعني عنده متأكد بأنه غير مسؤول أنه الحسن الثاني مسؤول يعني عنده دفاع أو مبدأي ظالما أو مظلوم نرني معك هذا هو الموقف ربما العلاقة بين المغرب وحسن أيت حمد مرتبطة بمعارضة النظام الجزائري يعني المغرب كان يساند ويمول كل تقريبا المعارضين للنظام الجزائري أعطيك مثال مثلا حتى نفهم هذه الوضع كثير من المعارضين يقطونون في المغرب منهم محمد خيضر المقيم في المغرب محمد بورياف رحمه الله أي تحمد أيضا عنده موطع قدم في المغرب يعني حتى أمير أول أمير للجمال الإسلامية المسلحة الجية رقي عليه القف في المغرب يعني كانوا كلهم في المغرب أعتقد أنه سياسيين مفهوم هذا الأمر لأنه بلد فيه خصومات وخلافات يمول المعارضة ربما من هذا الباب وليس من باب آخر هذه وجهة نظري أنا على الأقل ممكن بالنسبة للآخرين هكذا بسحنا الشيء اللي سماعت بأنه العلاقة وطيدة وشخصية تقدر ما تقدر تقول عندها عندها مستوى مستوى أنت ما تنساش باللي هذا يعني ممكن خارج الموضوع شوف هو الملك المغربي يقول أي أخي يقول هو أمير المؤمنين وهو من سلالة يعني أولاد أولاد الرسول أولاد فاطمة وهذا حمد يقول باللي هو مش صرف من المرابطين يعني أنا رأيك يعني مش وقعت يعني كان احترام معلقة وطيدة أكثر يعني من تع أنه يعني هذه تعبر يعني معارض سياسي أنك تدعم يعني كان قوة في العلاقة طيب هذا وجهة نظرك أنا ممكن مع حفظ يعني يجب أن نقول أنه أيتحمد رجل سياسي كبير ومناظر كبير ناضل من أجل القضية الوطنية تبقى الأمور أخرى أمور سياسية أنا نتفهم الأمر هذا نقول لأنه ثاني إي أدخيل وروحك أنت في مكان هو أو لا بوظير أنك طول حياتك تناضل من أجل القضية في أجل البلد يعني ثلاثون سنة نضال ولم يجي الاستقلال تطرد تطرد هكذا ويرميوك تقولي لا شيء والناس اللي جاءوا ليرميوك لم يكن لهم وجود لما كنت نتايت ناضل وبعضهم لم يطلق ولا خرط خلال هذا هذا ظلم كبير ثاني أنا نفهم الموقف ممكن لأنه لماذا نقول لك هكذا أنا مصر لي ولو بالنسبة كما هو بالمقارنة لكن أنا راودتني هذه الأفكار أحسست بهذا الإحساس حسيت بها لأنه ساعتي لما تحصروا حكم المظلوم والمؤمة كانش يعني لا حياتي من تنادي في المسؤولين يجي وكل أفكار هذي تقول فلي يذهبوا إلى الجحيم أنا نقول بشي اللي كان وشي اللي ما كان جاتك هذي الفكرة حرب ضد الجيش ولا وغير صحيحة يعني تقول لنا بشرح لي لماذا أنت لمشيت في هذا لمشيت لأنه دايما كان أولا أنا من عائلة ثورية عندنا 34 شهيد في العائلة عائلتك معروفة صحيح وثانيا عندي علاقة واطدة بإطارات في الجيش عندي علاقة صداقة قوية بزراب الناس والمؤسسة هذه حتى ولو يعني نضريت فيها لكن حبها طيب كيف شطورت علاقتك بجهاز إذن كانت قلت لك قبل البروسي قبل البروسي نزار كانت رهيفة بدأت يعني شكوك متبادلة يعني هو حسب اللي ما نقدرش نمشي معاه وانا بدأت الشي اللي يقول وشي اللي يذيرون نشك فيه الور كي جل البروسي هو رغم علي حبي رغم علي ذال لموعد مع المحامين تاع سويدية بوردان ويليام بوردان وكونت ويليام كونت وهم المحاميين الذين دافع عن سويدية في محاكمة باريس في 2002 ايوه هم المحاميين هذو ما رحش تتلقيت معهم تحكي المهم أنا سألوني بزاف على سويدية وعلى الكتاب وعلى قلت لهم أن التجوزات هذه نفس شي اللي قلت وهذه أكثيب وقنعتهم أنا قنعتهم حسيت باللي قنعتهم بأنه الجيش الجزائري هذا ره متكون من أفراد شعب الجزائري ممت مرتزقة مش ممكن هم يديروا هذه المجازر هذه لأن اللي يدير المجازر هذه لازم تكون عنده إديولوجية تحبل وإلى جيبه من بلد واحد مرتزق ومعناش إديولوجية في الجيش ولا تكون يكون الناس بطريقة هذه أن يدير منهم وحوش يروحوا يقتلوا الضرار والبنات والنساء والشيوخ والعجائز هذه مش موجودة هذا في تدريبات ولا حتى يعني في التحذير في العقيدة القيسالية للجيش مش موجودة مش موجودة في تحذير البسيكولوجي على المقاتل حتى لدى القوات الخاصة يعني هناك تهمت وجهت لبعض القوات الخاصة خاصة في تسعينات لمنهار الوضع الأمني تهموا بارتكاب مش مجازة جماعية لا ولكن بتجاوزات يعني مريعة في حق بعض المواطنين تجاوزات ممكن لكن بس تقوم بهذا المجازر هم حبوا يقولوا بلي يعني لا وجود الجي جي ما هو إلا أدب يعني يمسحوا فيه الموز لكن هم هذه القوات الخاصة هي اللي يديرها لأنها تعلق القوات الخاصة ما كانش تحضير إيديولوجي بشي وحق يعني حتى بعض أمراء الجماعات يعني لاحقا ومنذ فترة قصيرة يعترفون بأنه المجازة لجماعية بتاسجية يعني هذا مثلا تصريح أنت أول أمير لجمال إسلامي المسرحة السيد عبدالحق العيادية يعترف بأنه هم لدينا جية التي اتركبت أستاذ كيف سمعت أنت علي بالحاج مثلا قال بليجية ما اشتعنا طيب ولو كان من اتحهم يخيرك شافي نهار واسمه سعيد محمد سعيد نعم لما راح يخير راح لجي وكل ما يأتحهم على هيرو عندهم محمد السعيد لا مش محمد السعيد يعني تقصيد محمد السعيد العقيد في الثورة نصر العقيد محمد السعيد وعبدالزاق الرجام نعم رجام نعم صحيح يخذ تحقه بجية زعمه باش يحاولوا يتحكموا فيه نعم وتم قتلهما من طرف الجية يعني في ضواحي مفتاح توقفت علاقتك بجيز أم تواصلت في المحاكمة لأنه رفضت هناك وثيقة ظهرت منذ فترة قصيرة عن رسالة أو الميل المشهور الذي أرسله فرانسواجز إلى ضابط يحتقد إلى شخص مجهول أو غير معروف في الرباط في المغرب في هذه الرسالة يحترف بأنه يقوم بمهمة مهاجمة ومحاربة الجيش الجزائري بالتنسيق مع مستشار الملك أندري أزولاي معروف أزولاي وبضابط كبير في المخابرات المغربية ويذكر الموقع يقول وهو تقريبا الرسالة هذه مشفرة كوذي أرسلها إلى مسؤول كبير في ما يسميه هو سويسي طبعا سويسي هذا هو حي راقي في الرباط ويتوجد به مقر المخابرات الخارجية أو المغربية سمحت شفت أنت الميل شفت الرسالة ما لك في مضمونها مضمونها يعني مطابقة للأحداث والأحداث المتعلقة بجاز ومطابقة للفكر التعوى هو أنه كان في مهمة عنده مهمة الإيساءة إلى المؤسسة العسكرية وهذا هو المضمون يعني هذه مهمة على مستوى نظم كلفه يعني مهمة هو يحترف المشاهدين الكرام نص موجود على الانترنت وأعتقد أنه تم اعتقد هذا هو المنطق من طرف مخابرات أجهزة المخابرات أو متعاملين مع المخابرات وتم نشره ولم يكذب في حينه في هذا النص يؤكد جيس أنه يتعامل مباشرة مع المخابرات المغربية وأيضا مع قناة الفرنسية كنال بليش ولدي كوفيرت لشن حملة ضد الجيس الجزائري وتضح لما نربط الأحداث والواقع نكتشف أنه العمل الكبير الذي نفيد ضد النظام الجزائري قامت به لدي كوفيرت وأيضا القناة الفرنسية كنال بليش كيف تحل أنت ماذا يربط بين لدي كوفيرت كنال بليش والسلطة المغربية أنا لما بديت نشك في الجهاز يعني درت على مستوي بحث بسيط مبسط ليس بسيط مبسط البيفندي هذه مؤسسة فرنساوية قوية هي المستثمر الأول من فرنسا في المغرب وتملك كنال بليش الفرنسية وتملك كنال بليش وكان تملك لدي كوفيرت وكان تملك لدي كوفيرت لأن وهذه بيفندي هذا في القرآن أنا نظر يعني عندها وجود قوي في المغرب طلبوا منها باش أنها تساهم في خدمة المغرب هي الوسائل اللي تسيطر عليهم كنال بليش لدي كوفيرت جنادتهم في هذا الإطار في هذا الإطار وأنا من استغرب أنه بلك ممكن في فرنسية هي اللي يرشح الجهاز لرئيسة لدي كوفيرت يعني مدام هي ملكها لدي كوفيرت ملكها إذن يعني أنا قلت نزيد لك حاجة أستاذ نسح ما يذكر الجهازة كان جنرال جزائري جنرال إسرائيلي يكتب مذكرات صدرت ما عنده شبز وين يتكلم على أزولاي باللي هو عنده دور مهم في إدارة إدارة هذه المؤامرات ضد الجزائري يتحدث على أزولاي ما يتحدث على الجهاز ولا على القروب يعني تتكر تعطينا عنوان حتى تكون مشاهدة المصدقية تعطينا المصدر يعني في هذه الرسالة هناك مقاطع وأنا كنت أتمنى أن تكون باللغة العربية ولكنها باللغة الفرنسية يحترف فرنسوا جاز بأن عملية التي يقوم بها ومكلف بتنفيذها ضد النظام الجزائري سببت له مشاكل وأنه كان سيتخلى عنها لو لاهتمام هذا ما نشور بالنص لو لاهتمام جلالة الملك محمد السادس به وبعائلته وأيضا مساعدة بعض المستشار الملك عندري أزولاي لا تخلى عن هذه المهمة لماذا حسما يقول فرنسوا عفوا لأن الذين يقوم هو يقول أنه يساعدهم على نشر الكتب لانتقاد النظام الجزائري ليس لهم مستوى وأنه يجد صعوبة في تحرير كتبهم هل كان يقصدك أنت بهذا النص أنا كتابي أول لم نشر لأنه خلنا في صراع ونحنا للعادلة يعني هذا يعني الفعالية نتعينا معه يعني انقاطعت من هذا الكتاب من من المحاكمة المحاكمة إذن يعني الفعالية ننظم باللي في الأول في الأول كانت عنده صدر كانت عنده صدر لأنه ونفق دراهم مشات بالصحة أنا نظن المثقفين الجزيريين المدر الموجودين في فرنسا بصفة عامة هكذا يعني أخيرا هذا كيفش نقول وحنا بالدرجة تعني الديسك الديسك هذا تعجز ولا والناس عيو منه لأنه يعني الممكن تمنه تأخذ تعطيه تعير وتعطيه اهتمام في الأول لكن لما تراجع نفسك وتفكر مليح تلقى تولي ما تقدرش تمن بالأطروح وثاني بالصح كان يستنتاج لازم ديرو وهو وما سمح لي جز أن يقوم بهذا الدور وبهذه القوة في فرنسا وبدون وجود يعني معارضة جزائرية منظمة ضد هذا المشاط الهدام هناك نقطة مهمة أيضا هو أنه بعض مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقق الإنسان الذين كانوا يتبنون ملف حق الإنسان في الجزائر كانوا أيضا مغارب أو من المغرب طبعا طبعا وأنا أبحث في هذا الملف يعني هناك مصادفات ربما لم ننتبه إليها أنه الأمين العام رئيس أو الأمين العام للمنظمة الفيدرالية الدولية لحق الإنسان مغرب هو إدريس يزمي بالضبط يعني تعتقد أنه أيضا المغرب استعمل هذه الفيدرالية لمهاجمة النظام الجزائري شوف أنا أقول لك شيء جاز هو رئيس الجوق في فرنسا في فرنسا هو رئيس الجوق لأنه عنده تغطية تغطية هذه هو أنه إعلامي إعلامي وعنده ليزيديسيو وأنا شخصيا بالنسبة كي ذكرت إدريس اليازامي والبرزيدون المنظمة هذه الفيدرالية واسمه بو 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 بلجيكي أنا يخي قلت لك أنا كانت عندي وثيق نتاعي في إسبانيا جاز قال لي عليها ما جيش تستقر في باريس قلت له أنا عندي وثيق لها ومنا ولكن ما يقبلوش قل لي نحتم مشكل نعاود لك ندوسي في دياش ونجيب لك الوجوه السياسي هنا في فرنسا أنت كان عندك لجوء سياسي في إسبانيا أنا عندي لجوء سياسي في إسبانيا قال لي نجيب لك هنا وقال لي سأل لا هذية وأحكي لي لأ هذا أنا لم تلاقيت لأ شفت شفته مرة في ملتقى ملتقى بس اليازمي ما لم شفته عرفت من بعد بللي يزمي هذا وباتريك بودوان جول جزائر وهما اللي طرحوا للأوائل القضية تعتيب حيرين وبدأوا ينشروا فيها صحيح صحيح وطرحوا فكرة من يقتل من يعني حتى حبيب سويدية لما تحصل على اللجوء السياسي والإقامة من طرف لفيج ممكن جاز هو اللي حركله للافيج يعني كان متنفذ جاز بهذا الشكل الكبير في فرنسا أنا عمي أنا لأنه شوف يعني بيشتفهم هذا الحادثة هذه سويدية لما راح منه ما كانش عنده حتى طموح بشي ولي معارض ولا تعرف عليه سيفاوي إذا تعرفوا نصحة في سيفاوي لقاه في جمعية جمعية خيرية تعاون الناس اللي ما عنده بسواساء اللاجئين بشي كيفاش يدير كواغط ولا كذا كي هدر معاش كونتاب وحكالو الأخر من من يجا يقولوا ده عند بوم بالاختصار يده عن الجاز بشي قير له ككتاب جاز وافق مبدائيين وافق لما قدموا له النسخة لأولى كم يقولوا لبرمير موتير زعف جاز قالوا أنا الخدمة هذه ما تهمنيش وتصر بعد ولت عنده علاقة مباشرة داره الاشتاب وانا جاز غير اعترف لقالي دار 26 حصة عامل مع سويدية سويدية وش يعطيله يعتيله الأسمية عن الناس أماكن وحذر وجاز هو اللي حرر الكتا وحكا رواه القصة يعني المعارض الصحفي الجزائري المعارض الموجود في فرنسا محمد سيفاوي حكا بالتفصيل أرون بعد سيفاوي بعد دخل في قضية أمام العدلة مع جاز على هذه ودلهم النسخة الأولى ما عندها حتى علاقة بالكلام هذا اللي كان يحكي فيه جاز ومنجح قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى هناك موضوع مهم أيضا أنه منذ في 2010 أو 2011 هناك نقطة تؤكد وجود المغرب تقريبا في كل مكان يتعلق بالنظام الجزائري أنه السلطات العسكرية أقول السلطات العسكرية في ألمانيا أصدرت حكما ضد محمد سمراوي بتهمة بتهمة التجسس لصالح أجهزة مخابرات أجنبية الفرنسية اعتقد والمغربية وحكمت عليها بالطرد والسلطات الألمانية طلبت من عدة دول تستقبل محمد سمراوي ولم توافق أي دولة طبعا هذه وثائق أنا شاهدت نستخدم منها نعم شخصيا ولكن لم تنشر على نطاق واسع أسمع منك رأيك في هذه النقطة لكن في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج حول من يقتل من سيد عبدالعلي بالعزوك شكرا جزيلا لك أشكركم مشاهديك الكرام على أمل اللقائبكم في عدد آخر وأخير من هذا البرنامج ألقاكم بخير ترجمة نانسي قنقر